السلام عليكم، اليوم أشارككم تطبيقاً يستغل خاصية في نظام iOS أحسن استغلال ليفيدنا في حياتنا اليومية فماذا عن هذا التطبيق؟ تطبيقنا اليوم تحت عنوان أفوا أكتيف الصوت المفاعل إن صحت الترجمة أدعوكم إلى المصارعة في تحميله لأنه في فترامج جانية محدودة لماذا أشارككم إياه رغم أن الخاصية متوفرة؟ اللي هي خاصية الإملاء الصوتي أفعل ذلك لأنه يستغل هذه الخاصية كما أسلفت ويمكنك أولاً من سهولة الإملاء الصوتي سهولة اختيار لغة الإملاء الصوتي وخيارات أخرى نكتشفها سوياً بالتطبيق كل ما علينا فعله هو الدخول إلى التطبيق طبعاً أول مرة يطلب منك ترخيص لاستعمال المايك في الأعلى هناك أيقونة العالم لتختار من خلالها اللغة وكل ما أقوله متوافق مع VoiceOver بالنسبة للإخوة مستخدمه فلنجرب العربية مثلاً سأختار اللغة العربية أضغط على المايك في وسط الشاشة وأقول السلام عليكم وأضغط على المايك وها هي مكتوبة السلام عليكم في الأسفل في الواسط نضغط على زر يعطينا مجموعة من الخيارات المشاركة عبر الواتساب عبر التويتر عبر الإيميل والاستماع لنستمع إلى ما كتبناه عبر الضغط على زر بلاي السلام عليكم وهكذا استمعنا إلى ما قمنا بكتابته نعود هذه المرة لنختار لغة أخرى سأختار اللغة الفرنسية أضغط على المايك وأقول Bonjour Soyez le bienvenu dans ma chaîne YouTube أترك لكم اكتشاف التطبيق وما يتيحه من خاصية رائعة سارعوا إلى تحميله عبر الرابط الذي تجدونه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إلى لقاء آخر دمتم في رعاة الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر